مرحبا شباب، اليوم بهذا الفيديو راح نتعرف على راوتر D-Link 124 الأبيض و راح نتعرف على الفرق بينه وبين راوتر D-Link 124 الأسود مننتقل لفتح الصندوق ولا نتعرف على الفرق بين الراوترين بالبداية أصدقائي راح نتعرف على الفرق بين صناديق الراوترين مثل ما أنا شايفين الواجهة الأمامية نفسها تماما بالعبارات والكتابات ما بتفرق عنا إلا فقط بلون الراوتر منقلب الراوترات بهذه الجهة نفس متطلبات التشغيل موجودة على الراوترين كذلك الأمر محتويات الصندوق نفسها على الراوترين حتى بالنسبة لخلف الراوتر والمداخل والمخارج نفسها على الراوترين أما من الطرف الآخر للصندوق منلاحظ أنه نفس المواصفات موجودة على الراوترين والكلام نفسه ينطبق على خلف الصندوق بالشكل والكلام ما عدا لون الراوتر وهلأ ما نقوم بفتح الصندوق على السريع كتيبات التعريفات المعروفة اللي بتجي مع راوتر الـ 124 الكتيب الأول ما بيدعم اللغة العربية وعندي الكتيب الثاني كتيب التعليمات الثاني بيدعم اللغة العربية بامتياز وبطريقة التركيب والتوصيل واستكشاف الأخطاء وما إلى هناك منشوف شوفي عنا بالصندوق بشكل سري نترك الراوتر شوي على جناب أحلى الشيء أنه الترنس تابعه جاي باللون الأبيض نفس الراوتر هذا الراوتر بيجي بقوة 12 فولت 0.5 أمبير نفس الراوتر الأسود بالإضافة لكبلات الهاتف المتعارف عليها اللي بتجي دائما مع الراوترات كبلة طويلة وكبلة أصيرة إضافة لكابل البرمجة أو كابل الشبكة بسرعية 100 وأخيرا عندي الفلتر الفلتر جاي باللون الرمادي يا ريت كان باللون الأبيض كان أحلى ومتوحفة أكتر مع لون الراوتر ومثل العادة طريقة التوصيل الخط الأساسي بيدخل من هذا المكان ومن هذا المكان رمز الكمبيوتر بيطلع لعند الراوتر كبل ورمز الهاتف بيطلع لعند الهواتف ما بصير ناخد أي هاتف من قبل الفلتر الكل الهواتف بالمنزل لازم تكون من بعد الفلتر وهلأ منتعرف على الراوتر بشكل سريع طبعا هو بيجي بيجيلاتين عنا لساقة بتكون بهذا المكان من الأمام بالنسبة لأضواء الراوتر رح نتعرف عليهم بشكل سريع عندي الضوء الأول هو ضوء الباور أو ضوء التشغيل الضوء الثاني هو ضوء بوابة الـ DSL ودليل على أنه مركبة بالمقسم الضوء اللي يبعدل منه هو ضوء الانترنت أو ميزة تفعيل الانترنت على خطك عن طريق مزود خدمية الانترنت وطبعا هو دليل على أنه برمجة الراوتر صحيحة عندي أربع أضواء لكبلات الشبكة اللي موجودة بالخلف وبالنهاية عندي ضوء الواي فاي وبعدل منه ضوء ميزة الـ WPS إذا كانت فعالة أما من خلف الراوتر من خلف الراوتر يا شباب عندي مدخل الكهرباء بهذا المكان الخاص بترنس الكهرباء زر تشغيل وإيقاف تشغيل الراوتر عندي مكان لوضع دبوس لإعادة ضبط المصنع الخاص بالراوتر يعني فورمات كامل لو الراوتر وبتذهب جميع الإعدادات وعندي كبسة بهذا المكان خاصة بتشغيل وإيقاف تشغيل ميزة الـ WPS أربع منافذ للشبكة بسرعة عشرة مية وأخيرا مدخل الخط الهاتفي وأكيد على الكتالوج في الأعلى طريقة الدخول للبرمجة عن طريق مستعرض الانترنت 192-168-1-1 وأسم المستخدم admin وكلمة المرور admin وبالنسبة للسوفتوير الخاص فيه هو نفس السوفتوير النازل على الـ D-Link 124 لأسود وهيك يا شباب تعرفنا على شكل الراوتر بشكل سريع للأمانة شكله حلو كتير واللون الأبيض مميز عليه رح ننتقل لواجهة البرمجة ونتعرف عليها وبعد ما قمنا بمعاينة شاملة وكاملة لواجهة البرمجة الخاصة براوتر الـ D-Link 124 الأبيض تبين أنه هي نفس الواجهة تماما الخاصة ببرمجة راوتر الـ D-Link 124 الأسود ولحنا صراحة سابقا عملنا مراجعة كاملة للراوتر الـ D-Link 124 بشكل عام وطريقة برمجته ضبط الإعدادات الخاصة فيه رح نترك لكم إياها لطريقة البرمجة بوصف هذا الفيديو كذلك الأمر بالفيديو الأخير اللي رح يظهر بزاوية تهي الشاشة شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية العربية